المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قصفاً إسرائيلياً بصاروخين استهدف موقعين عسكريين في محيدة الإمحوران بين مدينتين نوا وجاسم بريف درع الغربي جنوبي سوريا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وذلك رداً على إطلاق مجموعات تابعة لجماعة حزب الله اللبناني صواريخ باتجاه الجولان السوري المحتل قصف أكد المرصد الحقوقي أنه الحادي والعشرين الذي تنفذه إسرائيل على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري حيث أصفرت هذه الهجمات عن مقتل 41 عنصراً من قوات الحكومة السورية والفصائل التابعة لإيران وجماعة حزب الله اللبناني وإصابة 19 آخرين وفي السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة دير الزور شرقية البلاد مصدرها البادية القريبة من المدينة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة مجهولة في سماء المنطقة وجاء هذا بعد ساعات على استهداف طائرة مسيرة مجهولة لسيارة عسكرية للفصائل التابعة لإيران في محيط مزار عين علي في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من تلك الفصائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر